مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان حفظكم الله يا معالي الشيخ يطلب منكم السائل هنا أن تقدموا نصيحة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي نعم هذه الوسائل العلمية التي حدثت الآن فيها خير وفيها شر إذا استغلت في الخير صار فيها خير ونفعت وإذا استعملت في الشر صارت شرا على الناس جميعا على المسلمين وغيرهم فهي سلاح سلاح ذو حد دين إن استعمل في الخير نفع وإن استعمل في الشر فإنه ضر فعلى شباب المسلمين أن يتنبهوا لهذا وأن يأخذوا من هذه القنوات وهذه المواقع ما فيه فائدة وفيه نفع لدينهم ودنياهم وأن يترك الغثاء وأن يترك ما فيها من أفكار ظالة وآراء منحرفة وجهالات تلقى فيها من جهال أو من ظلال عليهم أن يحذروا من ذلك والعلم لا يتلقى من المواقع ولا من الشبكات العلم إنما يتلقى من العلماء من الكتاب والسنة على أيدي العلماء لا يتلقى من الشبكات ومن الإشاعات ومن المواقع هذا تضليل فالعلم إنما يأخذ عن العلماء مباشرة بدون أمل الذي يأخذ من الشبكات ومن وسائل النشر فهذا ضرره أكثر من نفعه إن كان فيه نفع هذا ضلال هذا ضلال والمسائل لا تطرح في الشبكات ويطرب من الناس الإجابة عليه إنما تطرح على العلماء وترسل للعلماء مباشرة وهم الذين يتولونها وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوب هذا من الإذاعة من إذاعة الأمور على العوام والجهال ويدخلون فيها ويحللونها بغير علم ولو ردوه إلى الرسول الرسول يرد إليه في حياته وإلى سنته بعد موته صلى الله عليه وسلم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وأولو الأمر فريقا أولو أمر في السياسة وهم الأمر وأولو أمر في العلم وهم العلماء فيرد الأمر إلى أهل العلم في أمور الدين وأمور الدنيا في الأمور الفقه والمشاكل الدينية وفي أمور السياسة